تلقى الرئيس عبدالفتاح السيس اتصالا هدفيا من الرئيس البلغاري رومينا راديف تناول مصار تعاون التنائي المتميز بين البلدين حيث أكد الرئيسان عزمهما على الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات في السنوات الأخيرة ودفع التعاون إلى أفاق أرحب في مختلف المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والطاقة بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول كذلك الأوضاع بالشرق الأوسط وقطاع غزة حيث استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية مؤكدا ضرورة إنهاء المأساة التي تواجه الشعب الفلسطيني في غزة بشكل فوري كما أوضح الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بدور حاسم فيما يتعلق بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ما يدعم مصار السلام في المنطقة وحل الدولتين محذرا من أن استمرار التصعيد الجاري يضع المنطقة كراهينة لاحتمالات توسع الحرب إقليميا وما قد ينتج عن ذلك من عواقب خطيرة على شعوب المنطقة كافة من جانبه ثمن الرئيس البلغاري الجهود المصرية للتهدئة في المنطقة ودور مصر الراسخ كقوة سلام واستقرار إقليمية مؤكدا على حرصه لاستمرار التنصيق والتشاور مع الرئيس السيسي بهدف المساهمة في استعادة الأمن والسلم في المنطقة